نهارده بمناسبة هذه المباراة الأهل استعني في تدريباته بعد فترة راح حصل عليها الفريق منذ مواجهة امبي وبعد تأجيل مباراة ايستان كامباني في الدوري التدريب بدأ بمحاضرة من موسيماني المدير الفني للفريق اتكلم خلالها عن كافة الجوانب الخلاطية الخاصة من مباراة الوداب بعد كده خاض اللعبون تدريبات بدنية ثم تدريبات بالكرة المران شهد مشاركة كلها من المالي أليو ديانج وعمري السلية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم بعد خلصهم من الإصابات اللي كانوا بيعانوا منها ديان كان عنده كادمة في الرجبة والسلية كان عنده إصابة في العضلة الخلفية وحمدي فتحي كان عنده ألام في الحود وياسر إبراهيم كان عنده إصابة في عضلة العضلة الضمة في الوقت الاستمر فيه غياب محمد عبد المناء مدافع الفريق اللي خاض تدريبات منفردة في ظل إصابته في العضلة الضمة كمان لعاب النادي الأهلي والجهاز الفني حرسه قبل انطلاق المران على الاحتفال بعيد ميلاد أحمد عبدالقادر بصوا بقى كل لعاب النادي الأهلي غالبا بإذن الله هيكونوا جاهزين لمواجهة الوداد اللي لسه فيه شك كبير في أمره هو محمد عبد المنعم لسه فيه شك كبير في أمره بس النادي الأهلي والجهاز الطبي بيحاولوا جدا جدا عشان حتى لو محمد عبد المنعم ما شاركش في المباراة دي بشكل أساسي فعلى أهلي يكون موجود على الدكة عشان يدعم خاطة فعلى النادي الأهلي في مواجهة كبيرة ومواجهة مهمة زي مواجهة الوداد ولكن لم يحسم حتى هذه اللحظة مصير محمد عبد المنعم النهائي من المشاركة في المباراة أو عدم مشاركته في المباراة النهاردة بيتسو مسماني الراجل الزكي كتب تويتا حلوة تغنى فيها بفكتور جوميز حكم مباراة النهائي بين الأهلي والوداد بيتسو كتب إيه بقى؟ قال كيف اعتدت على انتقاد فيكتور جوميز منذ وقت طويل وأنا من أكبر المعجبين به وهو يعرف ذلك أقدم له الاحترام الذي يصطحكه وهو حاليا الحكم الأول في القرى وانتهيت الآن من مشاهدة مباراة الوداد ضد بيترو أتليتكو والطريقة التي أدار بها المباراة واللعابين تماما كما أدار مباراة السنغال ومصر في نهاية كأس الأمم الأفريقية هل يمكننا منحه شرف وسام؟ إيه كمنجة؟ هو وسام شرف من جنوب أفريقيا يعني سلام سلام يا بيتسو مسماني السلام على الحب لفكتور جوميز زاكي؟ حلو يعني عارفة دي الحاجات الشرعية الجميلة بس كده كده فيكتور جوميز لا يسمع لا يرى لا يهتم أنا بحتلم فيكتور جوميز هو من الحكام اللي ملوش مداخل اللي ما عندوش اللي ما بيتضغطش اللي ما بيتجملش اللي ما بيترشيش اللي ما بيحصلوش أي حاجة هو راجل بيشتغل وبيلعب وبيتقلق وبيبقى حاكم محترم شكرا للمشاهدة